تشتهر غردايا بنشاطها الاقتصادي الثري والمتنوع في شتى المجالات فبالإضافة إلى المناطق الصناعية الرائدة في الإنتاج والجودة تشهد الولاية تطوراً مستمراً في مجال الاستثمار الفلاحي والسياحي وهذا بفضل دعم ومرافقة الدولة من هذا الصرح سيكون لبناء إضافية للولاية وللوطن ونشكر جميع السلطات سواء المركزية على رأسها السيد رئيس الجمهورية وعلى مستوى المحلي كذلك سلطات المحلية سارعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكننا من هذه الرخصة هذا المرفق سيمكن من توظيف ممكن حوالي 30 موظف مبين إطار وموظفين آخرين نثمن قرارات رئيس الجمهورية في الاستثمار وخاصة في مجال الصناعة ونحن كما جمعيين جمعية صناعية في القرارة إن شاء الله نبدلوا من أكبر مجهودات لنقدرون نسقطبه للصناعيين من أجل رفع الإنتاج الوطني المحلي ونشغلوا اليد العاملة قرار الأخير لإخلاه رئيس الجمهورية فيما يخص رفع القيمة منتوج الغمح يساعد ويدعم الفلاحين بكل الأخر ديكس تسليم رخص الاستغلال تطهير العقار الصناعي والفلاحي وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين هو ما تحرص عليه السلطات في ولاية غردايا الإجراءات التي اتخذناها من خلال تطبيق تعليم السيد الرئيس الجمهورية الخاصة بمنح تصريحات والرخص استثنائية لبعض المستثمرين للاستثمار التحام كانت منتهية وعالقة مرافقة المستثمرين وإيجاد حلول لمختلف مشاكلهم من شأنه زيادة الإنتاج وولوج الأسواق العالمية إضافة إلى استحداث مناصب عمل جديدة